السؤال بعد كده زوجي تعرف على زميل ليه في الشغل زميلة ليه في الشغل وحبها وقلبه تعلق بيها لانه سمح لنفسه وهو شايف انه مش بيعمل حاجة غلط واني القدر هو اللي جمعهم انا طبعا انا حاس بموسيقى تصورية وراء الكلام ده وتيعني القدر اللي جمعهم وهو اللي يفرقهم كل ما تكلم معاه انه حرام يقرب من واحدة لا تحل له حتى لو مجرد كلام يقول لي ده قدر انا تعبت من الكلام ده تعمل فيديو تنصح فيه الرجالة خصوصا للي فاتحين بيوت يبقى جزاك الله خيرا يعني اعمل فيديو لمقاومة القدر بتاع الازواج دول لا يا سيدي لازم نعرف ان احنا عندنا حاجة اسمعها الحياء وحاجة اسمعها العفة ايه العفة دي ان الواحد ما يفضلش كده سايب نفسه ايه اللي حاصل يقالت الناس ويتكلم بالكلام الذي فيه نوع من انواع نوع من انواع عدم الاتزام بقواعد الحياء وبقواعد العفة لا حفظ الفروق ما بيكونش حفظ الفروق ان احنا نقع في الايه نقع في الفاحشة بس والذين هم لفروجي هم حافظون لا يا سيدي ما بيكونش حفظ الفروق دوت بان انت تعمل ايه بان انت لا تفعل الفاحشة لا يا سيدي ما تكونش زي الراعي يحوه حول الحمة يوشك ان يقع فيه ثم تقول لي والله ما فيش حاجة ما فيش حاجة ايه وهي ازاي تسمح لنفسها ايه اذا كانت عايزة تزواجها تقول لها ان انتوا عايزين تزواجها ما تجيش تقول لها ان انت ده قدر فلاش الطريقة دي هقولك حاجة اذا كان قدرك ان انت تحبها فقدرك ان انت تعف نفسك وما تخدش في ده يعني ايه اللي حاصل من استطاع منكم الباقة فليتزوج حضرت النبي ما قال لناش واللي عنده قدر يستمر في الحب لا من استطاع منكم الباقة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصيان فاذا كان ده قدرك سوم يا سيدي وعلى فكرة كسر الخاطر للمرأة معصية وظلم لما تيجي تقول لأماء وإياك ان تستدل بالقدر كان عندنا فئة تستدل بالقدر على اننا نعمل ايه المعصية ده قدر ربنا خلاص وان ربنا سبحانه تعالى يقطب قلبك في القلوب التي لم تتستر بستر العفة يبقى ده قدر برضو واللي انت بتعمله ده معصية وبرضو قدر من عند ربنا وقدر ربنا عليك ان انت تتوب من ده تتوب من ده ليه؟ لان انت قاعد تحوم وواضح ان انت عايز تتعيش حياة الحب وبس تفضل تحبه ببعض لان انت حتى ما صارحتش زوجتك ان انت عايز تتجاوزه انت كل حكاية بتحبه ببعض طب والحب ببعض والكلام كلام الحب الذي لا يفضي الى جواز هو ده ينفع يرضي ربنا ده هو ده كلام عفة كلام حفظ الفروج ولا كلام ولا عزب الله تمنية الناس وإيقاع الناس في الفتنة ده واحد مفتون ده فتنة ولازم هو يمتنع عن الفتنة وفي ناس كتير تقول لا والله ألا انهم في الفتنة يسقطوا يا مسيدي انت مفتون فانت لازم تخرج من الفتنة دي فكلامي ليه هو مش لحضرتك كلامي ليه هو هو المفتون هو اللي لازم يرجع عنده هو اللي لازم يتق الله سبحانه وتعالى يا فرحتي وهو بيعمل كده وهي بقى اذا كانت متزوجة ولا مش متزوجة وهي بتتعلق بيه وهو في نفس الوقت مش قادر يتزوج وهو في نفس الوقت بيظلم وحده ويخليها تحس ان هي لا هي زوجة ولا هي انثى كاملة ولا ان هي قادرة تقوم بدا وإن اللي حاصل وكمان هو مش قادر ينفق على البيت ورايح يعمل الكلام ده وتبقى البيت وصرتك وهل ده من العقل هو من العقل ان كل واحد يبقى عنده احتياج ولا عنده شهوة يمشي وراء مش ده افرأيت من اتخذ اله وهوة ما ازنش ان احنا مأمورين باتباع الهوة احنا مأمورين باتباع القيم القيم دي هو طريقنا الى الله قلوا ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله نتبع حضرت النبي في الاخلاق ليس هذا من اخلاق الاطهار ولا من اخلاق اهل الله هذه الحالة التي انت فيها هذه حال فتنة هذه حال رضية وليست حالا مرضية تحاول ان تخرج من ده ويان ما شفنا الناس عملت ده ففسد عليهم جوازهم وفسدت عليهم حياتهم واضطربت حياتهم فما عملت دلوسش يعملوا اي حياتين الحى نفسك وتوب الى الله سبحانه وتعالى ولو حصل ان ربنا سبحانه وتعالى يسر لك امرك خلاص تفاهم مع زوجتك لكن انت في الحالة دي يا حال فتنة اتق الله في امرأتك اتق الله في زوجتك اتق الله في المرأة اللي هي ربنا كتب لك ان انت تكون معاها في نعمة الزواج واذا ما كنتش هتكتفي بيها فانت متى ستكون حافظا لفرجك ومتى تكون حافظا لحياتك واسرتك يا رب انهمنا رشدنا يا رب العالمين واجعلنا من عبادك الذين يقبلون عليك وقد كسوتهم بأثوابي وبأستاري وبستري العفة وبستري كمان الحياء منك يا رب العالمين اللهم انا نسألك حياء لكل من يحتاج إلى الحياء وعفة لكل من يحتاج إلى العفة اللهم اجعل قلوبنا عفيفة واجعل اخلاقنا شريفة واجعلنا يا ربنا من اهل الاقدار اللطيفة يا رب العالمين ارحمنا من انفسنا ومن هوانا واجعلنا يا ربنا ممن رزقتهم الحسنة واجعلنا يا ربنا غرقا في التقوى يا رب العالمين يا اكرم الاكرمين ارحمنا من انفسنا واجعلنا في حصنك يا رب العالمين